لم يجد اعتراض الولايات المتحدة نفعا لدى سلطات جبل طارق التابعة لبريطانيا لتمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية غريسوان حيث قررت المحكمة السماح لها ولطاقمها بالمغادرة غير أن هذا الإفراج لم يحدد مصير ناقلة النفط البريطانية الذي رهنته طهران بالمقابل أيضا للقضاء وبذلك تكون إيران قد أجبرت بريطانيا على القبول بالإفراج وأحبطت تشكيل واشنطن لتحالف أمني في مياه الخليج العربي هزمت إدارة دونالد ترامب إذن وهي هزمة يرى مراقبون أنها تلخص مدى خيبات سياسات البيت الأبيض الذي فتح لإيران باب التمدد في أفغانستان والعراق ثم أسهم في تغولها في اليمن والخليج العربي وبات مجبرا أمام هذه العلاقات التخدمية لعدم مجابهتها عسكريا ولو على حساب حلفائه في المنطقة وثم تمن يقول أيضا أن الإفراج عن السفينة الإيرانية وراؤه لعب طهران على حبال العقوبات الأمريكية التي ترك فيها ترامب ثغرات مكنت عدوه المفترض من استخدام النظامين في العراق وسوريا وميليشياتها في لبنان واليمن لخرق العقوبات التي فشلت بالمحاصلة في لجم طموح طهران تلك العبارة المطاطة التي لا يزال رئيس الأمريكي جديد يلعب ويلعب عليها وحول إيران إلى فزاعة بشرق الأوسط تسهم في زيادة عقود التسليح الأمريكية في حين استطاعت الأخيرة أن تصفر حاليا المشاكل مع بريطانيا وتوقعها في مستنقع لم تكن تتوقعه من حيث التكلفة الكبيرة لحماية سفنها في مضيق هرمز وعدم تحول حجز الناقلة إلى بدعة ستحمي أيضا سفن طهران التي يعود جزء من ملكيتها لروسيا ومنها السفينة غراسوان ستظل تنقل النفط عبر العالم دون مرادع وتنطح من تشاء دون معقاب إنها شريعة الغاب من يتحدثها هنا إلا أنه لا قواعد لهذه اللعبة تبقي جميع أعداء ومتخدمين في السر والعنن على حساب شعوب المنطقة